وانا برضو مش عارف الاندية ما احترامي طبعا للمهندس فارج ان هو اللي خرج اتكلم مش عشان اقال صح ولا غلط لا كان في تصريح ايضا للمهندس محمد عادل برد تمام ما انا جال حضرك بتوالي اي وقت الاندية ممكن يكون معاه فلوس يعني يا بك انا قصدي ايه بتوالي بتوالي المتحدثين بالعكس انا محترم انهم طلعوا وقالوا ما نقدرش لكن كنت عايز انهم ايضا يتحدثوا بلغة احنا ندفع ليه والاتحاد الليبي ما بياخدش من الاندية مثلا احنا ندفع ليه والاتحاد الاسيوب ما بياخدش الاتحاد الايطالي يعني يجيبوا نمازج الاتحادات انا قلت لحضرك هنا يعني لانه بقى كلام يعني مع اي حد من الزملاء الواحد دايما بيفتكر انه قال نفس الكلام لانه انا مش هزهق من حيطة اللي قولك تطلع وتنظره وتقوله كلام كبير لا ده مش كلام كبير ده كلام بسيط جدا مصر جربته عشرين تسعتاشر فيما هو اقتصاديات كرة القدم في الكن عشرين تسعتاشر ان انت تبقى نسخة دولية حقيقية وبالتالي اتمنى من النهاردة لحلقاتكم اللي جاية الناس تكون بتتكلم عن حقوقها زي بالضبط الجامعية العمومية وهي عاملة جروب كده فلما تخش تلاقي كل عشرة ليهم سفير بييجي القائرة فمرة يقول لهم اجيب لكم حاجات من انا بريدة مرة يقول لهم اجيب لكم حاجات من كبير سامير زهر الله ارحمه دوليك دوليك بينما هم لما كتبت لهم مرة حضرتك وتقدروا تلجأوا للفيفا واحد قال لي فعلا قلت له اه والله ده الفيفا ده شغلته حضرتك ده الجمهور اصلا ممكن يخش على صفحات الاعلام بتاعة الفيفا ويجيب وبالتالي هل القعدة دي مطبقة ولا لا طيب لو لم تكن مطبقة اهليا تمام هو اول انا عارف ان الفيفا ادى فلوس لكل الاتحادات الاهلية لتغطية بعض النفقات في جائحة كورونا هل بقى للمساحات هل الكور هل للشرابات ما هو لازم الناس تعرف حقوق يعني انا مش هخرج اتولى امرة الدفاع عن متهم لعايزة ديني توكيل ولا هو ايه عارف انت الافلام بتاع طلاب يدول زي ما كان يجيبه متهم كده ساكت يقول لي يا ابن انا المحامي بتاعك ساكت يبدو انه يضمر سرا كبيرا فهي الشغلانة عجباهم كده والدليل انه محدش بينادي بربطة محترفين يا كابتن فاروق هي تدير الدوري هي تدير الارباح هي تحاسب على المساحات في الجائحات او تحاسب على مكفهات هل هي تبقى مقبودة في اللايحة بقى الجديدة يا صدر صورة هل هي اللايحة جديدة هل اللي اتعاملت وبعدين يقول لك نرجع بس في الممتاز الاف واللي اتمنى اتمنى شوفها ان شاء الله وان شوفها انه يبقى اسمه البريمير ليج او الايجيبشن ليج لانه مفيش حاجة اسمها الاف وبه ممتاز وممتاز مفيش حد بياخد ممتازين ابدا وبالتالي لازم نعرف احنا امتى هنبقى نسخة من العالم مش شبه مش كأنه مش مرة ومرة حتى ده يبان الحياة انا ما عرفش مين اللي صاحب حق فيه كلا الطرفين لكن اذا كانوا الاندية تبقى واقعة كروية صعبة صعبة عليهم طول من الجبلاء يا الحقيقة طيب اما يقول هخلي هو اللي يدفع اللي والنادي احنا طبعا هو كان عنده تصوحات كتيرة بس انا بتكلم في جزئية مهمة تهم الاندية في فكرة المصري بالفلوس لان الجائحة نفسها اضرت بالاندية كلها حتى الاندية كبيرة لكن هو تكلم في جزئية الفار وان في مشكلة كانت مع الشركة وان كان في جزء منها كل الحاجات ردها اه انا عايز هنتكلم في جزئية دي يا صاحب لان انا هميني برضو الفار لان الفار ده طبعا تطور للكورة وبيخلينا الحديث اهم جملة قالت ان مكتسبات الفار بردائت وده بقى مش نقلا عن اندية ده على مسئوليتي بردائت النسخة اللي موجودة دي وانها سكن دهاند اه او من وكالة البلح بتاعت اسبانيا لا لابد من الحفاظ عليها الحكام نفسهم هيتلعسامه لوش اتهاله هو خلاص بدأ مطمئن نوعا ما تطورها بقى معادة اتنين بقى بيتفاليين وكده ساعات يقولوا للفار وبنعرفها بعد الماتشاط وانت عارف متبقاش تخش معايا في الموضوع انت عارف ايه والحاجات دي اشتركوا في القناة